هذا وقد تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض الأعمال الخاص المقام على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين وخلال الجولة زار مدبولي أجنحة الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلا عن زيارة عدد من الشركات الناشئة والأجنحة الخاصة بعدد من البنوك المشاركة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما في ذلك البنوك المصري وعددهم من الشركات والبنوك والمؤسسات العربية